بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قلبينا محمد عليه أفضل صلاة والتسليم طلابنا حبيبنا الان بنتنفذ بالقسم الثاني وهو الإقترامات بالبداية تعالى نتعرف على رموز الإقترام نتعرف مع بعض على إيش؟ على رموز الإقترام رموز الإقترام نحن بنعرف رموز الإقترام بشكل عام في عندي عادة أشكال طلع X X G X H X Y تسعب كل هذه بشيء ما يسميها رموز الإقترام رموز مين؟ الإقترام G of X H of X Y Z of X أي من هذه الرموز تعتبر كلها رموز إيش إقترام أنا هون بالإقترامات بدي أعلمك كيف يتعوض بهذا الإقترام؟ أنا بدي أعلمك كيف يتعوض بهذه الإقترانات طبعا مر معانا إقترانات كثيرة كنا نقول إقتران خطي إقتران تربيعي إقتران تكعيبي أحب مر معانا إن شاء الله حالي يسمى إقتران أسي إقتران لوغارثمي كل هذه نسميها إقترانات نشوف مع بعض كيف نعوض أنا وأنت بهاي الإقترانات؟ يرى أول نوع من الإقترانات يدعى أو يسمى الإقتران الثابت الإقتران إيش الثابت؟ على شكل أف الأكس بساوي عدد أي يدعى أف الأكس يساوي خمسة أف الأكس يساوي عشرة جي أوف أكس تساوي 12 نسميها عدد إقتران ثابت قاف سابقا كنا نسميكوا قاف سين هاء سين أف الأكس بساوي عدد يدعى أو يسمى إقترانا ثابتا نتعرف أنه وأنتم نأخذ مثال ونشوف كيف مع بعض بدنا نتعلم كيف نعوض بهذه الإقترانات شوف معي مثال إذا كان أف الأكس يساوي أربعة يعني طلع هنا عدد هل أجد أكس معه؟ لا عدد أوجد أف الأثنين أف سالب ثلاث أف سالب دينين نص حسنا ما أطلب مني يا أستاذ أف الأثنين أف الأثنين نمين؟ صورة الاثنين بروع الإقتران أعوض مكان كل أكس دين طب هون بي أكس لا شو مكتوب عندي؟ أربعة بيظل أربعة حسنا طالب مني أف لمين للسالب ثلاث أف لمين للسالب ثلاث بمعناها لو سمحت عوض مكان كل أكس سالب ثلاث هل يوجد هنا أكس؟ لا إذن تعويض ما فيه بيظل طلع نفس الرقم المعطنية قد يشون أربعة عشان هيك نحن سميناه اقتران ثابت يعني شو ما عوض مكان أكس بيظل نفس الرقم اللي أعطانيها في بداية المسألة طب هون طالب مني أف لمين للسالب نص يعني عوض للسالب نص مكان كل أكس فيه لا شو بطلب معاي أربعة هاشتاك عزازمة دائما نقول بعد ما شئت رب العالمين أنت بإذن الله مع العزازمة بأمان أوكي ننتقل لنوع آخر بمية الإقترانات وهو الإقتران الخطي الإقتران الخطي شانا ما يزوئله شكل معين على شكل A X زائد B عندي أكس قوتها مش مكتوبة يعني قديش واحد هون القوة شلفيين هنا في قوة لا بمدام عندي أكس ما عليها قوة ما عليها قوة يدعى أو يسمى اقترانا خطيا اقترانا خطيا حتى الـ X قديش اثنين يلا ساعدوني هاي اثنين آه منشيل هاي هون العملية بيناتهم ضرب الثنين X يعني اثنين ضرب منشيل X هون هكتوب مكانها اثنين ناقص واحد الأولوية للضرب بنين في اثنين كم أربعة ناقص كم واحد جميل عدد موجب عدد سالب بطرح وإشارة الأكبر ثلاث والكبير بموجب فموجب ثلاث ويكون حالينا الفرع رقم واحد من ما يسمى الاقتران الخطي طيب طالب مني فرع الثاني طالب مني F لمن للسالب واحد يعني اعوض مكان كل X قديش سالب واحد مين في سالب واحد ناقص واحد الأولوية لمن للضرب تمام لذنين موجب والواحد سالب عدد موجب وعدد مين سالب شو ما نسوي ضرب هون عدد موجب في عدد سالب موجب في سالب أكيد مختلفات سالب عيد مرة ثانية بالسالب أدد موجب والوحد سالب يعني إشارتين شمال هنا مختلفات المختلفات بالضرب يظهر السالب من ح formulate واحد كم الثانية ناقص واحد هون ليس ضرب الوаждoppo لاشي باش أن كين يشارته سالب والوحد ما يشارته سالب الوحد وما يشارته الوحد فهون العددين سالبال اجمع ثلاث و ثبت إشارة السالب سالب ثلاث. بهيك بنكون هنا المطلوب الثاني على الاقتران الخطي. نشوف المطلوب الثالث. طالب لاني احسب ف النص يعني عوض مكان كل اكس بنص يلا. نين في نص ناقص كم واحد اه جميل جميل جدا. طالب لان ضرب كم نص. شو مقام هاي? واحد. قلنا البسط في البسط. المقام في المقام. اللي فوق بالفوق واللي تحت باللي تحت. اثنين على اثنين ناقص كم واحد. بتقول يا واحد مقامات. كلام جميل. بس قبل ما تواحد مقامات. اثنين تقسيم اثنين كم واحد. ناقص كم واحد. شو نتيجة? صفر. وتكون هاي المسألة انتهت. طب لو واحد مقامات واحد على واحد. اثنين لان نخص اثنين. لان نخص اثنين. صفر. صفر على اي عدد شو نتيجته? صفر. اذا هيك. نكون حلينا المسألة الثانية. وهدفي من الاقترانات بالتأسيس. اعلمك كيف اتعوض. كيف اتعوض بهاي الاقترانات. يلا جماعي. نشوف الان. النوع اخر من الاقترانات وهو الاقتران التربيعي. شكله. ابل اكس يساوي ا اكس تربيع زائد ب اكس زائد سي. تمام؟ هون بهمني كيف اتعوض تربيعي. لازم تكون قوة الاكس قديش? دنين. قوة الاكس ثلاث تكعيبي. قوة الاكس اربع من الدرجة الرابعة وهكذا. تمام؟ نوقع نصد مثال. يا رب. اعطانا مثال هون وكثير مثال لطيف. اذا كان جي اوف اكس عبارة عن اربع ناقص ابنين اكس تربيع. جت قيمة كل مما يأتي. طالب مني طلع جي اثنين. يعني اعوض مكان كل اكس قديش ابنين. يلا ساعدوني. اربع ناقص اثنين في اثنين تربيع. تمام. في ضرب وفي اوس. لما يعطيني ضرب اوس. انا في التأسيس في العملية الحسابية حاولت اني مش كل شي اعطيك اياه في التأسيس. يعني في الجزء الاول في العمليات الحسابية. الان حبيت تتمكن او اش من القسم الاول وهو كيف تجمع وتطرح وتتعامل مع الحسابات. الاولويات حبيت اعطيك اياهون. شو بمعن؟ مدام فيه ضرب. وفيه قوة الاولوية لمن؟ الاولوية للقوة. اي اثنين فيه. مدام قوة زوجية الجواب موجب. اثنين تربيع كم؟ اربعة. هون مش رأسك يتربى دولي اربعة ناقص اثنين. لا. هون صرت عندك اولوية للضرب. اذا جاك جمع او طرح في ضرب. الاولوية لمن؟ للضرب. هاي عندي اربعة بناقص. اثنين في اربعة كم؟ ثمانية. عدد موجوب عدد سالب. طلع عدد موجوب عدد سالب بطرح. وايشاته الاكبر اللي هو سالب اربعة وهذه مسألة او هذا الفرع من الالكتران التربيعي بيكون انتهى. نشوف مع بعض. قاف السالب واحد. يلا ساعدوني. هاي اربعة ناقص اثنين في سالب واحد تربيع. تمام. هاي يساوي. الاولوية لمن؟ للقوة. او عدد موجوب عدد سالب واحد تربيع كم؟ واحد. شو صارت معي؟ هاي اربعة بناقص. اثنين في واحد اثنين. اربعة ناقص اثنين. عدد موجوب عدد سالب بطرح. وايشاته الاكبر بطلع معي. موجب اثنين. وهاي بتكون الفرع ايضا ان شاء الله بكون انتهى. نشوف رع مين ثلاث. طالب مني جي النص. جي النص. يعني عوض مكان كل اكس بنص. هاي اربعة. اختران اكين قدامكم. ناقص. اثنين. في نص تربيع. اه. هون طلابنا بكشنت. نص تربيع بيقولك واحد. وبقولك يا شماتة ابل ازازا في. وهنا كعاد الامام. هون رأسه الطلاب بتربع. نجد بتربع. بمسير يقلف. نص تربيع. معانا نص ضرب نص. نص ضرب نص. يعني رجعتك وهنا على ضرب الكسور. او. خليكم معي. عي اربعة. ناقص. اثنين. في. حتى متو. واحد تربيع كم? واحد. على. اثنين تربيع. اربعة. هون الاوليوية للظروف. شو مقام هاي? واحد. هي اربعة. بنقص. اثنين في واحد. اثنين. واحد في اربعة. اربعة. هون مجبر اواحد ايش? بمقامات. مجبر اواحد بمقامات. شو مقام هاي? واحد. اضرب في. اربعة. لان هذا ما يكفي. أربعة في أربعة كم؟ ستة عشر ستة عشر ناخد اثنين أربعة عشر على أربعة كحل شكراً بيخلف عليك لكن طلب معي مش هالأربعة عشر زوجي؟ نعم والأربعة زوجي؟ نعم يعني بيقبل قسم مع اثنين كلمة اثنين يعني نص الرقم كم نص الاربعة عشر؟ سبعة ونص الاربعة كم؟ اثنين فسبعة على اثنين وهي بتكون مسألة في أبسط أبسط صورة وهيك بنكون ان شاء الله انتهينا من الاقتران التربيع أنا قاعد بعلمك كيف تعود وشو الأولويات العمليات الحسابية في هاي الاقترانات بماشي نشوف مع بعض الاقتران مين؟ النسبي كلمة النسبي يعني باست ومقام ويتكلم عن النسبي يعني كثير حدود على كثير حدود احنا متكلم بشكل عنه على الكسور عندما يجيوني كثير بعوص البسط وبعوص المقام وبخصي من التشتين على بعض لا اكثر ولا اقل يلا ساعد اخذ هنا مثال جديد اعطاني افل اكس يساوي اكس زائد كم واحد على اكس تربيع ناقص كم ثلاثة طالب من افل اثنين؟ من اعوص مكان كل اكس هاي اثنين زائد واحد على اثنين تربيع ناقص كم ثلاثة تمام هون اثنين زائد واحد كم ثلاثة اثنين تربيع اربعة ناقص كم ثلاثة تمام؟ هاي ثلاثة الاربعة موجوب الثلاثة ايسا البطرشة الاكبر على كم على واحد اي شعل واحد لا يكتب يعني ثلاث تقسيم واحد شو نتيجة؟ ثلاثة هذا الفرع رقم واحد قلت لك انا باهدف جمن مفهوم الاقترانات في التأسيس اني اعلمك كيف تعوض نشب مع بعض فرع اثنين طالب مني قف الثلاثة يعني اعوض مكان كل اكس قديش ثلاثة يلا تعال نعوض ثلاث زائد كم واحد على ثلاث تربيع ناقص كم ثلاثة تمام؟ ثلاث زائد واحد كم؟ أربعة هنا ثلاثة تربيع مش ستة تسعة ناقص كم؟ ثلاث تمام؟ هذه أربعة عدد موجو بعدد سالب نطرح واشاعة الأكبر ستة هون بكفي نعم كحل بكفي شكرا لكن اتعلم في أبسط صورة هاي زوجي هاي زوجي صح؟ على اثنين يعني كلمة اثنين يعنص الرقم اثنين ستة شلصها؟ ثلاث فإذا في أبسط صورة اللي هو راح تكون معانا دين على ثلاث وهاي المسألة بتكون كفرع ثاني من الإلكتراني النسبي بتكون انت طالب مني فرع ثلاث ف ف الصفر يعني عوض مكان كل اكسب كم بصفر بميارة ساعدوني صفر زاد كم واحد على صفر تربية بناقص كم ثلاث صفر زاد واحد كم الصفر حلو امسح ولا كأنك شايفه صفر تربية صفر بناقص كم ثلاث آه الصفر امسح لي اياه يعني واحد على كم على سالب ثلاث ويفضل لما تكون في شارة سالب تحت بنقول لي اياه وين فوق يعني معناها سالب واحد على ثلاث ويك بنكون انتهينا من ايضا من هاي المسألة طيب بنشوف اقتران اخر وهو اقتران الجذور اقتران مين؟ اقتران الجذور نوقد مثال عليه اقتران الجذور اعطاني اف ال اكس يساوي الجذر التربيعي ل اكس تربيع زاد كم بما اربعة وطالب مني اف ال صفر و اف الاثنين يلا ساعدوني هاي اعسف اف ال صفر معناها عوض مكان كل اكس بكم بصفر هاي الجذر صفر تربيع زاد كم اربعة هاي الجذر صفر تربيع صفر زاد كم اربعة اللي هو جذر مين؟ جذر الاربعة كم الجذر التربيع للاربعة؟ يعني شو العدد اللي لوح اضربه في نفسه بحطيني اربعة اكيد اثنين الفرع الثاني طالب مني اف الاثنين يعني عوض مكان كل اكس قديش اثنين تمام نجي نعوض اثنين تربيع زائد اربعة تمام اثنين تربيع كم؟ اربعة زائد اربعة كم؟ ثمانية الان ما هو الجذر التربيعي للثمانية؟ نطش فكر حالك شاطر وتقولي اثنين هذك جذر التكعيب يعني شو العدد احضربه بنفسه؟ ارد مرات وان شو العدد احضربه بنفسه بنفسه بعطيني ثمانية بما فيه بظل تحت الجذر؟ شكرا المسألة انتهت تمام شو معاي الاقتران المتشعب او المتعدد القواعد يعني فيه اكثر من قاعدة الفكرة انا وين اقدر اعوض في اي قاعدة؟ طلع انا وين بقدر اعوض في اي قاعدة؟ داخل مثال طلع معاي اعطتك اقتران بمتشعب او بمتعدد القواعد هاي قفل اكسساوت القاعدة الاولى كام؟ خمسة متى تستخدم؟ مش عارف طلع؟ مش عارف اقتران طلعون اكس واحد خلي قراتك دائما من عند الرمز من عند الاكس اذا كانت الفتحة باتجاه الفتحة باتجاه الاكس معناها اكبر عكسة بمعناها اصغر تعالى نشوف هاي الفتحة الان الفتحة باتجاه حتى اكبر من ايش؟ من واحد حتى استخدم القاعدة الاولى تستخدم لكل الارقام الاكبر من واحدة لكل الارقام الاكبر من واحدة طلعا نقرأ منك باتنين باتجاه ثلاثة لربعة تمام؟ كل هاي ارقام اكبر من واحدة نستخدم أي قاعدة القاعدة الأولى القاعدة الثانية واحد ناقص ثلاثة X تعال نقرأ هذه X طلعوا هون شايفين الفتحة هذه مدتتها ال X ولا عكسة هذه عكسة مدام الفتحة عكس اتجاه ال X بمعنى أصغر هذه X أقل من أو تساوي واحد كما طلع قال لي أقل من أو تساوي واحد يعني تستخدم لكل الأرقام واحد فأقل واحد فأقل إذن هون X أقل من أو تساوي كما واحد تعال شوف نطبق هذا الحكيناء على هذا المثال يلا طالب مني فرع واحد أفل اثنين آه هي الصعوبة أي قاعدة أنا وأنت بنا نستخدم طلع أي قاعدة أنا وأنت بدنا نستخدم طب بس الحالي سؤال هل الاثنين أكبر من واحد لأنها تستخدم لكل الأرقام الأكبر من واحد نعم اثنين أكبر من واحد إذن وأنك تعوض هون عوض مكان كل X قديش اثنين طب فيك سعوض مكانها؟ لا خمسة يلا ساعدوني أفل ثلاث هاي هاي كل الأرقام الأكبر من واحد وهاي كل الأرقام الأقل من واحد الثلاث أكبر من واحد ولا أصغر؟ أكبر يعني استخدم أي قاعدة برضو الأولى فيك سعوض مكانها؟ لا بظل خمسة يلا ساعدونا فرح ثلاث طالب منكم F في الصفر هل الصفر أكبر من واحد؟ مستحيل هاي كل الأرقام الأقل من واحد هل الصفر أقل من واحد؟ نعم يعني عوض مكان كل X بصفر يلا واحد ناقص ثلاث في كم؟ في صفر الأولوية للضرب لا أكتخل فيهاي الأولوية للضرب ثلاث في صفر أيوة ثلاث ثلاث في صفر كم؟ ثلاث؟ فرحتونا صفر واحد ناقص صفر كم؟ واحد هاي المسألة بتكون إن شاء الله انتهت اشب مع بعض؟ F السالب واحد يعني حسب لي أو عوض لي مكان كل X قدي سالب واحد هل السالب واحد أكبر من واحد؟ مستحيل يكون عندي عدد سالب أكبر من عدد مستحيل No way مستحيل يعني X أقل من واحد هل السالب واحد؟ ركز معي هل السالب واحد أقل؟ هل السالب واحد أقل؟ أقل من الواحد؟ نعم إذا نحوض هنا واحد ناقص ثلاث في سالب واحد هاي واحد ناقص غطع على هذو شايفين؟ غطوا على هذو لا نجد خلفين ثلاث في سالب واحد كم؟ سالب ثلاث آه لما تيجي إشارتين زي هيك وربعة شايفين؟ إشارتين زي هيك وربعة هون اسمه ضرب إشارات سالب ثلاث بموجب فصفة معي هو واحد زال ثلاث كم؟ أربعة سنتكلم عن هاي قبل ما نروح على شي ثاني طلعوا أستاذ طلع فيه فرق بندين و بين هذه هون هنهين الشارتة متتكلمة؟ لا هون- البنين هاي سالبة و تيجي إشارتين هاي سالبة ما هي اللذي ما جاء سالبة؟ تتجنج النجمة و تسبب ذلك اه لما يجيني اشارتين زي هيك هون ضرب اشارات هون شم يسميه ضرب اشارات سالب بسالب شو بيعطيني موجب لو اجدني زي هيك ثنين زائد سالب ثلاث اه هون اشارتين متتاليات نعم معنى ضرب اشارات موجب بسالب شو بيعطيني سالب اجدني اثنين ناقص موجب ثلاث نعم هايسه ما ضرب ايش ضرب اشارات صفي معايز اثنين ناقص كم ثلاث دك اتميز هون مش بقول سالب سالب موجب ما تبعمل سالب سالب موجب لما تكون اشارتين جايت متتاليات زي هيك اثنين ناقص ناقص اربعة هون ضرب اشارات نعم فسالب سالب شو بيعطيني موجب هون لازم تنتبه وتفهم شو قاعد بيصير معاك بالعمليات العسابية طيب نشوف الفرع الاخير اه الواحد وما ادراك من الواحد طب بصد مكتوب هون ومكتوب هون طب مين بده اختار انتو حكولي مين ده اختار هاي الواحد مكتوب هون والواحد مكتوب هون طب مين بده اختار اه تعلق اف الواحد باختار القاعدة عندها اشارة مساواة الاولى عندها مساواة زي هيك لا ما باختارها الثانية طلع شو عندها اقل من او تساوي ان اعوض في القاعدة مين الثانية طب افرض ان الاولى فيش عندها مساواة والثانية فيش عندها مساواة ما باعوضها نسميها غير معرفة ما الى دواب تمام بس هون لما يكون الرقم قدامي مكتوب هون هون باختار القاعدة عندها اشارة ايش مساواة الاولى لا الثانية نعم يلا هون بس عندي واحد بناقص ثلاث في كم في واحد وتساوي واحد ناقص ثلاث في واحد كم ثلاث عدد موجب وعدد سالب بطرح واشارة الاكبر بالنتيجة ثلاث بناقص واحد اثنين مين اللي كمين ثلاث فاشارة سالب وهيك بنكون انتهينا وغطينا ما يسمى الاقترانات علمتك كيف تتعامل مع الاقترانات في التعويض وتعلمنا من الاقترانات اولويات العمليات الحسابية وهيك بنكون انتهينا من الاقترانات ونقولكو يعطيكو الصحة والعافية ونستعد الى القسم التالي اشتركوا في القناة